بعد ظهور المذيع فضة والمذيع ابتكار على مواقع التواصل الاجتماعي بات الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة حديث الناس في دولة الكويت كما في مختلف البدان حول العالم نعم أمام هذا العلم الجديد هناك العديد من التساؤلات حول أهميته وكيفية الاستفادة منه نتابعها في هذا التقرير تجذب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مؤخرا اهتماما ليس فقط المختصين والعاملين في مجال المعلوماتية والكمبيوتر بل مختلف فئات المجتمع وشعوب العالم يحاولون الاستفادة منها في مجالات حياتهم المختلفة الذكاء الاصطناعي هو علم علم جديد الآن وعلم كمبيوتر ودخل علينا وبعض الدول استفادت مننا كثيرا فهذا شيء مهم جدا ما في لاغنى عنه وهو الآن نفس الكمبيوتر شلون عملت التواصل والتيمز والأشياء بالعكس هذا شيء متقدم فنرجو طبعا الاهتمام فيه الآن أتوقع أنه فيه توجه كبير حق الذكاء الاصطناعي وأتوقع أنه سيكون المستقبل يعني يمكن في المستقبل توقع أن يمسح جوجل والمواقع هذا يعني فراح يكون فيه توجه كبير حقه يعني أو بشكل إجباري رح نتوجه له الأي آي بشكل عام يعني بحر واسع ومثل ما إحنا الآن خطوة باي خطوة باي ستو قاعدين العالم يكتشفون الإمكانيات اللي قاعدة تسويها الأي آي وكلها أشياء سبحان الله لما تصير من علم الإنسان من مخ الإنسان لكن المشكلة بالمستقبل هل راح يتغلب على مخ الإنسان فئات الذكاء الاصطناعي كما يصنفها العلماء أربعة الألات التفاعلية الذاكرة المحدودة نظرية العقل والوعي الذاتي وحسب آراء من التقيناهم قد يمكن الاستفادة منه في القطاعات الاقتصادية والتربوية وميادين عمل مختلفة يعني اللي نعرف عن طريق الوسائل بس مات الوسائل السوشال ميديا طبعا أكيد إحنا نبي هذا الشيء ما نبي خلاص إنف التكدس بالعمالة نبي كل شيء يكون بالذكاء الصناعي وكل شيء يكون بالوسائط الإلكترونية مهم بداية للطالب قبل العمل وبعدين للمدرس لأنه هو يدرس الطالب وكمان المدير اللي ينظم شغلة حق الموظفين بيخدم شريحة واسعة للأي آي أكثر من جانب بس صدقان يعني حيكون يدمر البشرية يعني هذا صعب أن تعتمد عليه اعتماد كلي والعنصر البشري يلتغى يعني مستحيل يأخذ مكانه الذكاء الاصطناعي عالم تكنولوجي متشاعب المفاهيم والاستخدامات ولكن هل سيتمكن العلم من خلاله الاستغناء يوما ما عن قدرات البشر؟ جيهان حبيب تلفزيون دولة الكويت